نادي الأهل الحقيقي بالضبط ويكفي أن الفرقة دي متعدلة مع الفرقة اللي كسبتنا والرد جي في الملعب كابتن ياسر الحمد لله الحمد لله كابتن ياسر قلت اللعبتك إيه بل المباراة بص طبعاً أنت عارف أن الفرقة دي جديدة عليهم بالنسبة للسن اللي معايا ده كله وعندنا بمرحلة صعبة جداً لأن أنا أطلع من بعد نفسياً من بعد الفرقة ما تعرضت لأول ثلاث فرقة هنقول أنهم أقوى مجموعة موجودة في الدورة تمام الحمد لله الحمد لله ربنا قرمنا بمكش النهاردة وتلعنا بيه مكسب كبير نحن بناخد وقت طبعاً تعرضت لخبرة للعيبة أنها بتاخد أكثر وقت كتابنا فيه خبرة المتشاط اللي باتت ونوصل بمعنى إن شاء الله معاً بطولة بيه طب كابتن ياسر عندك معلومات عن فرقة بكرة كابتن ياسر؟ بص إحنا بنحاول والحمد لله فيه متشاط لها تمام هنتطرق عليها زي المتشاط اللي حصل النهاردة تطرقنا على المتش بقالنا فترة تمام المتشين اللي فاتوا هو هو الطفية اللي كانوا بلعبوا بيها وبإذن الله برضو المتش اللي جاي بإذن الله هنقعد نتطرق عليه تمام وبإذن الله يبقى خير بإذن الله طب كابتن ياسر يعني الدفاع النهاردة كان المفتاح الرئيسي للمكسب الدفاع الدفاع كان مفتاح الرئيسي للمكسب الحمد لله احنا عفلنا كل شغلهم بإذن الله لعبنا على طرقنا على المتش أبن المباراة تمام وبذل ما نعرف نقط ضعفهم ثاني حتة تمام كان كلهم بيخلصوا من مصر اللعب وده كان شيء رأي لحنا كتير تمام وقفنا خطورة المالونج رايت تمام ده أحسن وينجي أعتقد بنا شايته البطولة كلها ما جابش هون الحمد لله الحمد لله طب كابتن ياسر الوقت داية المباراة دلوقت الساعة السابعة انت خلصت ماتش بكرة واحدة الظهر هتعمل ايه هنطلع على الوطيل دلوقت ان شاء الله هنحاول ان احنا نمزلهم استعارف التجرب هم هي الساعة الشفاء كمام هنستفتل كمام لانهو نشوفين عن مجهود دوت كمام وبنقص لنا نريح وبعد يجينا عن نيرام حضرة ان شاء الله بعد العشاء نفرغ على المباراة اللي كانت هابينا كابتن ياسر صلاح المدرب العام شكرا جزيرا والف مليون مبروك وربنا معاكو بوكرا ان شاء الله كابتن ياسر تالي كابتن ياسر قال لنا انه عارف الوقت داية استعادة استشفاء التلج مهم جدا دلوقتي مغاطس التلج مهم جدا ودلوقتي دي اساس الرياضة بنشوف كل اللعيبة في أوروبا حتى بعد ما بخلص المباراة بيختص بيكامل جسمه في التلج وده مهم جدا جدا بس برضو البنات زغرين يتحملوا هذا المجود ان شاء الله يعني البنات بتهيال يقدروا يعني هو المنظر النهاردة لو هم فضلوا على المنظر دا حيث يحملوا ان شاء الله طب قوليلي برضو يا كابتن يعني ماتش بكرا أكيد فيه أحجام أكبر مني شوية آآ عالدايرة هتلاقي عالدايرة مفيش مساحات اللي خدناها النهاردة واللي قدرت من خلالها ياسمين محمد تاخد منها كزا جون بشابة موجودة عندنا بكرا فلازم هنا بقى اسلاح الهجوم الخضر